وَإِذَا مَا تَكَلَّمْنَا عَنِ الْحَيَاءِ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ فَمَا أَرْوَعَ حَيَاءَ الْأُنْثَى وَمَا أَكْمَلَهُ وَمَا أَجَلَّهُ وَمَا أَنْقَاهُ وَالْحَيَاءُ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ عِفَّةً وَطَهَارَةً وَحِشْمَةً وَمَا أَجْمَلَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْنَتَي مَدْيًّا أَلَّتَيْنِي قَابَلَتَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَصَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا أَخْبَارًا مُتَعُدِّدَةٌ تُبَيِّنُ حَيَاءَهُمَا فأول ذلك أن بيَّن حياءهما بالنأي عن مزاحمة الرجال لا نسقي حتى يصدر الرعاء رغم اضطرارهن لذلك وأبونا شيخ كبير وهذا ما حمل موسى صلى الله عليه وسلم على أن سقى لهما ولا عجب بعد ذلك أن يصف الله تبارك وتعالى مشية إحداهما بقوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه قال في ذلك قال أقبلت إليه ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة واضعة ثوبها على وجهها هذا معنى على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أقبلت إليه ليست بسلفع ليست جريئة ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة واضعة ثوبها على وجهها وتأملوا كيف أن الله تبارك وتعالى قص علينا أنهما حينما أرادت أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم للخدمة وجهت الكلام لمن؟ لموسى؟ لا وجهت الكلام لأبيها حياء من موسى صلى الله عليه وسلم فقالت إحداهما يا أبتي استأجره لنا ما قالت يا موسى نريدك أجيرا عندنا حياء من هذه الفتاة تجاه موسى صلى الله عليه وسلم تجاه رجل غريب ولذلك هذا ما حمل موسى صلى الله عليه وسلم على أن يختار إحداهما زوجة له ولا يختار الله تبارك وتعالى لأنبيائه إلا خيرة النساء ترجمة نانسي قنقر